احتمل متأملاً الأبواب التي عبرت يسقط على رأسك تساؤل مشروع لماذا يبدو شكل الأبواب قديماً أضخم ويحمل تفاصيل كثيفة وغزيرة على عكس الأبواب التي نشاهدها في عصرنا الحالي التي تتسم بالبساطة تخيل أن الأبواب قديماً كانت تلعب دوراً ومكانة رمزية كبيرة إذ تبدو كأنها عمل فني يختزل ذاكرة مرحلة ويؤرخ لها ولمعتقداتها ومفاهيم عادتها وناسها يعد باب المدخل العنصر الأكثر أهمية في العمارة المنزلية وذلك لكونه يرمز إلى مكانة المسكن بصرف النظر عن حجم وانهوعية المسكن ولها أهمية في العمارة الدينية إضافة للظروف المناخية والعزل قديماً في البدء كانت الأبواب في العمارة الحربية تصمم لأغراض دفاعية وكان يبالغ في تحصينها باعتبارها نقاط دخول إلى من يحتمي بالمبنى من بشر وما يوجد بداخله من موارد يتم حراستها داخل ذلك المبنى إضافة لكونه يرمز إلى سلطة وقوة القائد وقواته المحاربة يطغى الخشب على أبرز الأبواب في تلك المرحلة لأنه يلعب دوراً مهماً فهو آلية دفاع مهمة لما يدخل مزامره الضخمة وصلبة من جهة ومن جهة أخرى فإن الأبواب الفخمة المصنوعة من الخشب المنقوش كانت أيضاً من السمات البارزة في العمارة العمانية المنزلية إذ يقاس مدى هيبة البيت ومكانة صاحبه من الزخار في المنقوش على الباب الرئيسي وحجم الباب ونوعية ومصدر الخشب مضافاً إليها الأزرار داخل ذلك التراب الرطبي أحداث وملاحم مواجهات ومعارك قصص البسطاء وضحكات الأطفال طمرت بعد انقضاء ذلك الزمكان لتتجلى في أبهى صورها في الباب يختزلها في لبه ذاكرة الكينونة والسيرورة والسيرورة